بعد مرافعتها من أجل إنهاء الإجحاف التاريخي بحق القارة الإفريقية من خلال ضمان تمثيل عادل لها في هيئات الأمم المتحدة شرعت الجزائر في حشد الدعم من أجل استلام مقعد في مجلس الأمن الدولي بعد الحصول على دعم الاتحاد الإفريقي الصدقية ومكانة وأهمية والحضور التاريخي للجزائر في إفريقيا وفي العالم العربي هذا يجعل يكون عندنا أمل وعندنا حظوث كبيرة لعضوية مجلس الأمن لأن مطالبة الجزائر باستمرار بإصلاح الأمم المتحدة وحتى الجامعة العربية يعطى للجزائر هذه المصداقية وهذه القيمة ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة الممتدة ما بين 2024 و2025 يلقى دعما كبيرا من طرف الدول العربية حيث أعلنت المملكة العربية السعودية دعمها المطلق للجزائر التي تعد لاعبا أساسيا في الدفاع عن القضايا العادلة وضمان الأمن والسلم الإقليمي والدولي دخول الجزائر لمجلس الأمن أكيد سيطرح ويعطي فرصة للجزائر بأن ترافع وأن تدافع على القضايا الإفريقية الاقتصادية والتنموية وحتى ربما الصحية كذلك في دزاعات الموجودة والمنتشرة في إفريقيا وفي العالم العربي عضوية الجزائر في مجلس الأمن مطلب قديم ظل يتجدد في كل مرة كان يقابله رفض ومعارضة من طرف بعض دول المنطقة غير أن مصداقية الدبلوماسية الجزائرية يؤهلها اليوم قبل الغد لتحقيق هذا الهدف